صباح و أهلا وسهلا على الكنال. وان بلس أخيرا أعلنت كل المعلومات عن التلفون التي سنعرفه عن الوان بلس 10 برو. أول شيء، عارفين أن الإعلان سيأتي بالصين، وهذا الشيء الذي فجرتكم بأمباريح والنظام الجديد الذي رأيتنا. نريد أن نتحدث أن الحاسوب سيكون سناب دراجن 8 جن 1، سيكون لدينا الـ LPDDR 5 و الـ UFS 3.1 للسطورج والمذاكرة الموجودة له التلفون. الشاشة ستكون عليها 120 هرتز LPTO LPTO 2nd generation، هذا الجديد للشاشة الموجودة هنا. البطارية ستكون 5000 ميلي أمبير، التشريج بالشريط سيكون 80 واط بدلا ما يكون 65 واط مثل السن الماضي و الـ Wireless سيكون 50 واط مثل ما كان السن الماضي. سيكون لدينا ريفرس wireless charging مثل العادة. NFC، Bluetooth 5.2، كل هذه الشغلات موجودة جميلة هناك. و كما أخبركم أن الحاسوب سيكون أقوى حاسوب موجود غير شركة أوبو التي ستأتي بالفايند اكس فور برو و سيشتغلون مع الديمانسيتي أوبو والوان بلس سيستعملون الـ Qualcomm. أخر شيء أريد أن أتحدث معكم، كما رأينا على الكاميرا الموجودة هناك كلمة اسمها P2D 50T. P2D معناته الـ Phone Second Generation لأنه يعمل مرتين من شركة Hasselblad. والـ 50T معناته الـ 50 ميجابيكسل ستكون أقوى كاميرا وعنده تريبل كاميرا السرب. لذلك هي ثلاثة كاميرات موجودة هناك. الكاميرا السيسية ستكون 48 ميجابيكسل. الكاميرا الـ Ultra Wide ستكون 58 ميجابيكسل مثل ما أخبركم. والتلافوته ستكون 8 ميجابيكسل. الكاميرا الموجودة قدامها ستكون 32 ميجابيكسل مثل ما نرى في الماضي. لذلك عرفنا كأتليس كل الأشياء الموجودة فيه لهذه التليفون. ألوانه ومميزاته. قلوا لي أنتم ما رأيكم فيه لهذه التليفون. هل أنتم متشجعين؟ لأقلوا مثل ما أنا متشجع عليه. يلا نرىكم إن شاء الله في الفيديو الجديد.